السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد من قناة منعيم اكاديمي اه معنا النهاردة توك من التوكس المهمة جدا واللي هتفرق معنا طبعا كتير قدام فصويا ان هي في تراك ليه علاقة اكتر بالسايبر سيكوريتي طبعا كلنا من سوراء بنحب السايبر سيكوريتي وحيطة الهاكينج وان انا ازاي اصلا ده بيعمل لي هاكر او حاجة زي كده وده كان مفهومنا بس دايما عن الموضوع بس فيه دلوقتي حاجات اكتر مختلفة وفيه حاجات طلقة جديدة وعشان كده النهاردة معنا يعني حد من الناس اللي عزيزة جدا على قلبي ويعرفوا معرفة شخصية فترة كبيرة جدا هو باشمهندس اسلام مصطفى شمهندس اسلام هو سينيور ديجتال فورنسيك انجينير في ايجي سيرت طبعا انا في الاول خالص وزمان كنت اسمع ايجي سيرت ما عرفش ايجي سيرت ديت ولا عرف اي حاجة اصلا عنها فهنسيب باباشمهندس اسلام يبدأ يعرفنا عن نفسه ويعرفنا اكتر عن ايجي سيرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اسلام مصطفى مواندس سينيور ديجتال فورنسيك انجينير في الايجي سيرت زي ملعم ال اولا ملعم او كريبتو زي ملعم احب اسميه من اعزاء التقائي ومن الناس اتعرفت عليهم في بدايتي في المجال وفي الكميونيتي الحمد لله رب اللي دي مغادة والمحبة بنا من اوائل الناس اللي دخلنا وبعضي في السيتي افس وكني انجيجينج في حاجة كتير بس بعدها انا اتقى مجال ال ايجي سيرت بس سستل يعني من الادخال المقرب جدا انه عندي 27 سنة خارج 1 اكتوبر العاية لها نستوي التكنولوجيا قسمة صلط لفة عباس 17 حاليا اتشغل في الايجي سيرت في ال team الديفنسيه او في المجال مجال ال ديجتال فرانسيك ان بارتكلير وده كان المجالي انا بدأت فيه مذكرة من مسلا او المدهلت او مدهلة مجال من 2017 بس بالنسبة للناس اللي متعرفش هو الاجي سيرت هو الاختصار للمركز الوطني اللي ساعده للتغارق الكمبيوتر والحسابات والشباكات انا يسوف او ايجيبشن كمبيوتر امرجيسي ريلاستيب بقول الاختصار ده المركز المسؤول عن حوالي للسايبر سبيس بتاع البلد كلها مش لكل الساكترز احنا مش مهتمين بكل مش بين مش بنكوفر كل الساكترز مثلا الفاينانشل ساكتر مختص به الفين سيرت اللي بتابعة البنك المركزي بس احنا من نكوفر مستوى الساكترز الموجودة في البرمجة يعني عايزين نعرف اكتر يعني انت مثلا قلت انت خريج اصلا بعد كمبيوتر عالي للهندسة فانت مش خريج حاسبات فعلي انت اصلا كان تخصصك يعني اكتر او ايه مثلا اللي خلاك تخش اكتر في التراك يعني مثلا فكرة انه دايما فيه في دماغ الناس انه مثلا الشخص مش خريج حاسبات فبن يزباله حيطة حاسبات او هندسة او اي حاجة زي كده ممكن تبقى مقلقة شوية حاجة زي دي هل مثلا انت حتى يعني في المعهد العالي للهندسة اللي بتكلم عنه هل ده كان فيه جوه مثلا جزء بيعرفك اكتر عن البرمجة او كده ولا ايه بالضبط الموضوع كان ماشي ازايك لا هو المشكلة في قسمة الصلاة ان احنا مركزين اكتر على مجال الكمينيكيشن موبايل الكمينيكيشن الانتنى الكلام ده كله على حساب البرمجة او احنا دارسين موالبرمجة كوها بس المين كوريكولمز او يبقى انتنسيب بحيطة دي يعني مثلا ممكن ادرس لغتين ثلاثة بكتير او وردو مش بشكل ده هو انتنسيب للدرجة مثلا ان احنا نبقى او فولاون كودرز في حاجة زي كده الموضوع ده بيبقى محتاج انتنسيب ازاي يعني حاجة زي كده بدأتها ازاي اصلا مع نفسك اه في الاول انا كنت معرفش اي حاجة خلص انا اصلا اه مفروض متأخري اكون خريجي بدي فايتها فيهم سبعتاشر بس انا الماحد عندي مكانش في قسمة صلاة ومعرفتش ان انا اروح مكان تاني في قسمة دول اه فدخلت مدني وصقلت في مدني وشلت ثلاث موائل بعد كده انا المقسمة فتحتاني سانة على دول ثم سقطت السنة دي ودخلت السلط وقعدت السنة كمان زيادة في الاخر عشان كان بيفر موائل اه بس انا اه لما دخلت قسمة السلط وانا في سنة قوضة سألت نفسي سوال واحد انا هتخرج اوكي هستغل ايه مواندس ايه مواندس ايه مواندس ايه مواندس ايه ايه دول السؤالين اللي كان في جماعي طول انا مراش حاجة خلص هخش هلوش وزي ما تيجي تري معي whatever it takes back طيب انا حبدا بيه مثلا انا حبب برماغة وحبب ان اتعلم برماغة ووش هستنى لما اخد المدان المطبور تات برماغة لندن فلات اذكري C programming language مع نفسي فأنا اترب انا مراش حاجة عن ال C هي فانا هنزل كتاب خاص باللغة وانا زكر مع نفسي فيه سفس طيب انا زلت ال documentation ال official documentation معها السجي الهنجوج اللي هو عمل وقت دينيس رتي مع كين تومسون دول ال forefathers وال founders تعلق اصلا وال UNX system كله فلقيت ان اتدوني رزيزة انا فاهم اللو level queries بتعمل مع ال compilers المضوع كان لطيف احببت المضوع اكتر طيب انا مثلا انترست في موضوع robotics ومسابات بها ال robotics كان سيتها الموضوع engaging شوائها مجال ال diy وال turn crank والهدت الحديب من الروبوت تاعه ال line follower ال mind sweeper الكلام ده كله فانا كنت معجب المضوضة جدا فقلت خرصوكي ليه مخشش مجال الروبوتكس فدخلت بيه وبدأت اخذ ال workshop طب اهو بنات ان انا اعمل robots خاصة بيه اه كنت رفري اه كنت coach assistant في المين سويبر عفين وخمسطاشر انا كان المين جول بين اتباري او انا يعني انا مارش حاجة فانا عايز ان انا اتعلم باش فانا عرف اوصل انا هعملي بالزبط فاتيكس لقيت الموضوع يعني حسيت انه مفيش حاجة واضحة قدامي فيه فقلت خرصوكي طيب معنا ممكن اقرب حاجة تانية او يعني مش حسيت انه الموضوع كانتش واضحة اسفزي انه عنديش ال ultimate goal اللي هو ضربني عليه الكريم بتاعي فقلت خرصوكي انا اروح لحاجة تانية حشوف ايه النظام فيها او قبت شابي موبايل ديولمت دخلت في حدية ال android development in particular ولا تزاكر وفعلا مبدأت ان انا عملي applications وغيرها كده بسيطة على الموبايل اللي هو ال self training بتي بردو يعني حاجت في منطقة ان انا خلاص وقفت وابقيت عارفة انا عملي بعدك where from where to go from that عملت خوبنج لمرات تلتا دخلت في مجال ال embedded systems قلت اشتو انا كنت كاركلا دخل في حدية robotics وهيبقى مجال ال embedded بي سهل اللي انا اخش فيه بسرعة للناس اللي لم تعرفش مجال ال embedded هو المجال ال related بال systems اللي متصل الى single task systems او small task systems زي الحاجاتها للعربيات والcomputers اللي مقولة في العربيات ده يعني مسائل من امسال اكتبه سريعا كده في المتصل دخلت فيه واخدت فيه Diploma وكانت professional لشب العظي ان انا اكون embedded system engineer software software engineer اناسف برضو ما حاستشوه محاستوش يعني انا كل دعمات بدور ومش حاسس بها حاجة طيب انا اعمل هوبنج اذا مره ربعه معلش مشكله هالس دخلت بعد كده في مجال ال system administration وال network engineering وانا بدأت ان الدنيا تثبت معي بدأت ان احب الموضوع اكتر درستي CCNA ما كامل تحصل الى اخر بس بعدها دخلت في ال system administration ال linux system administration بيتم مضمجم جدا بدأت ان انا احس ان انا مرتاح في الانظهار متل انا فيها تشبه ان انا اعرف ال goal بتاعي وصل لغاية فين بدأت الدنيا التوامعية تمام مزال فاللي بعدها دخلت في مجال ال cyber security كان كنت بعتبره بتطور طبيعي في حاجة الساعة ان انا كنت system admin او دخلت في مجال ال system administration فان انا عرف ايكستند ال knowledge التي او ايفول بال knowledge التي دي مجال ال cyber security انا كنت ادخل مجال ال cyber security انا فعلا zero knowledge اذا كنت افترضت الصلط عنديش حاجة كانت حواليه الناس كتير يدام في ال community كنت لسه بدأ اتعرف على الناس الناس باني بقى شبهته بقى ميال وانا لسه بقول صباح الفل يا جماعة احنا نعمل ياصل لما كان نشي مدى يعني خلص عادي جدا تقبلت الموضوع اه في الاخرى لانا لها يقول انا عايز اه good service professional cyber security engineer وكويس في المجال كويس دي ايه ال scope بتاعها او ايه اللامت بتاعها انا ما اعرفش لسه بالسنة لايت ان انا نفسي لايت نفسي في المجال ده خلاص اوكي هنركين كل اللي فتنا على قبل هستفيد من الناس الوجهات وهتما اكيد بشكل ما او باخر بس انا هو ده المجال اللي انا هكامل فيه بعدها انا هدخل في ال ctfs الحمدلله انا كم معي ناس كويسة جدا ناس جميل جدا منهم منهم ادخلنا مع بعض او ال ctfs في 2018 cyber talents وكنت انا وهو معنا احمد تامين تمام متفين لانا هدخل الناس الناس انا فعلا من نفسي كنت داخل على الوش اسوء حاجة تحصل ايب الناس بالي انا هجيب الاخير رنك سرعي من العام مش هبب بيعكس ودي حي اook اجيب الاخير رنك اوه وقتها استفادنا خدنا ال t-shirt او 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 بس عندي ال t-shirt طالفك او او بكرمت او قدت احسنو اسوحي تحصل على فيه مستواتهم انا هتعلم على الوشي اخي او ده مطلوب طب انا حمسك انا سكتر انا مكنتش مأيد قوي معجل ال Web Fender's Test كنت يبفهم فيه مبارد او اجيب فيه بس ما كانت عندي الخلق ان انا ده اذكره اذا كنت تحسن انه مملي شوية ومطاط يعني موضوع ما دولش كريتيريا واضحة شوية ده personal point of view مش professional point of view يعني بعدين موضوع تتطور شوية خلاص انا الexperience اللي عندي ده تخدمني ازاي في انفقال cyber security كانت تخدمني بفهارة بحاجة ان ازباريها left to the franchise بحكم ان انا طلقت بتعامل مع systems بتعامل مع artifacts بتعامل مع time stamps بتعامل مع حاجات مابودة اريدي في السيستم نفسه مجرد بس ان انا بفهم المايندست بتاع حاجة التول او التكنيك او الال حاجات اللي امحتاج اشعر عليها في الاشيو او في البربلم الموجودة والدين اعرف ان انا مشي فيها بصرعة او طول فمشي تويه بس فمساعدت اخذت القرار خاص انا حابب بحاجة ال digital forensics بمانا هزاكر digital forensics بس مش عم حاجتاني بحاجتي غير ده هدي تحديد نفسي بالحاجة دي وبس مش هزاك ببقى web penetration testing ولا network security ولا exploit development ولا اي حاجة داني قلص هو ده اللي انا نعايزه وهو ده اللي انا نكمل فيه دلوقتي يعني انت شوفت ناس كتير قوي بتتهافت على ال iti وناس كتير واعز تخش iti وانا شخصيا نشوف ناس كدير وكافيناس اصلا بتركوميندا لها ان نخش ال iti فانت ويبت نظرك ايه حاجة زي كده انا برضه انا عارف ان انت كنت تخريج iti وتواخد الدبلوما من iti مش فاكر التلاك تحديدا بس انا فاكر انت كنت تدخلت في iti كلمنا اكتر هل التجربة كانت مثلا بس اللي انت تروح تعليم اكاديمي تبقى ملتزم بحاجة موينة فوقت موينة فحال ده يستطيع فعل ان انا عمل حاجة زي كده بعد تقول لي او ال iti فرق معي جدا انا خارجده في iti and take 40 ال ptp اللي هي تسعة شهور ال iti اللي هي التلات شهور انا كنت داخل يعني كنت مذاكره وشايف نفسي ان انا كويس في مجال لفترة انا كنت حابب ان انا ادخل ال iti يعني قبل ما قدم انا كنت شايف ان انا ممكن اذاكر معها نفسي واللي هي ذكره بها ممكن اعرف ذكره بره وده true to an extent بس لما دخلت لا انا كنت غلطان جدا التجربة ال iti مش بس التجربة انت تتعلم حاجة technical ادو انت بتتعلم skills كتير جدا انت بتشوف connections ممكن متعرفش يتكون connections دي بسهولة بره في حاجات بي تتشرح في iti صاحب تلاقي لها شرحة بره بسهولة انا فعلا استفدت منها جدا لو مش حتى على مستوى ال technical فيكون على مستوى ال interperson على مستوى ال connections على مستوى ال intellect على حاجات كتير جدا بس ساعدتني ان انا اقدر ارسم الطريبتها بشكل احسن اغفرتها حاجة كتير اوي وبصرحة نحكم معي انا سوى ال intake الان اذا انتك باتي كلها الناس كويسة جدا الناس فطيفة جدا كنا cooperative مع بعض كنا من تساعد بعض كنا فيش حد منها بيحاول تخبي معلومة تاني وكنا من تشاري النوضج مع بعض طول الوقت فكان التجربة مفيدة انصح ان اي حد من اخش فيها في ناس مهما ذكرت في ناس موكل فعلا تذكر هو في القطلية وتدوس على نفسها وتكيب تشتغل على نفسها جامل لدرجة انها تبقىش محتاجة ال ITI وده ويرد بس دي حدد دائدة جدا يعني واحد بيقع فعلا سحل نفسه project وكل من كله to an extent ده هو انا خلاص مش هكون محتاج ال ITI ده ويرد وفي ناس موكل فعلا تدوس على نفسه بس في نفس الوقت ال ITI بيوفر على يقوات كبيرة بيوفر على يقوات كبيرة لان انت حتى لو ما يشغلش على عمسك بقدر كبير يخليك مثلا متأهل للسوق العمل فممكن القادر دوان يدخليك تعرف التعدي من ال ITI وتبدأ تكمل سكتك عدد اي حد اكيد بيبقى شغال بيعد عليها حاجات كتير او صعبة في حياته ووقت الشغل او مثلا قبل حتى بتوصل للشغل اصلا انت في مسيرة شغلك حتى او في مسير من بعد برضو من فترة دراستك لحد الشغل ايه اكتر الصعبات وجدك يعني مثلا اللي هو ال Ups and Downs كنتم احبط في فترة فلا مثلا عددت بالفترة دي فايه الصعبات اللي وجدك في مسيرة الشغل او الدراستك هي من الصعبات اللي وجدتني طول الوقت ودي ممكن يكون اي حد سامع ال Session دي او شايف ال Session دي لقطة ان انا ما كانش عندي منتور بيواجهني كل بقت يعني انا في بداية الطريق ما كنتش مع حد انا كلي بيواجهني ماشي بالدماغي تطعهم في طريقك في 100 سنة لوحدك هتقطعهم في يومين في وجود منتور لك فوجود المنتور او حد عنده مجال يوفر عليك طريق طويل قوي طويل جدا وهيقطع عليك اشواط انت ممكن تتوفي ممكن تعترف حتى معينة تاخد منك بسانا مجهود شهر شهرين اكتر بكتير وهي اصلا ممكن تخلص في اسبوعين لو حد واجهها كنت توجيه مناسب لها فدي من اهم الوحد الوحد يكون محتاجه ويدار عليها كويس طب برضو لو بصرنا لها من نقطة تانية مش كل الناس هتقدر اتلاقي المنتور يعني ايه او اعرف منين اصلا ازا كان المنتور ده صح ولا غلط لانت خصوصون انت لو حد دخل جديد في التراك بتبقى دي مشكلة بالنسبة لك يعني انا مش حارف بالزد فانت دلوقتي انا ايه مسلا لبسي ليه اختار مش محنس اسلام وما اختارش مسلا منهم يبقى هو ده المنتور بتاع ده المنتور بتاعه وانا افترض ده اتنين في نفس التراك فهنا بليجي النقطة تانية ازاي اختار اصلا المنتور بتاعي اولا انت بتشوف كزا حتى في مهما كان فيه فرق اختلافات بين الناس بس يتلاقي ان فيه اتفاق مثلا عندي كل منتور على شوية كوريكتيريا معينة ما ينفعش ان الناس تحيل عنها ايه مسلا دي بدي بذاكر كزا لازم يكون عارف كزا عشان يبدأ الشخص دي يمشي في المجال فانت مش بديمشي ورا منتور واحد انت بتشوف كزا واحد بيتكلمه في ايه ايه اللي بيقومه نصيحهم لم يمكنني اعملها جزي اكيد هيتفقوا في مكان دخلي بالك ان احنا اللي بنيجي نالعب في اللير بتاع تبتدئين او في شريحة تبتدئين بيبقى في جنرال كوهيرمنتز لازم الناس كلها تبقى عندها ده مش معناها لازم كل ناس يمشي في نفس الطريق في حادث مجال السابسيكوريتي هو مجال اصلا ملوش كتالوج فايه واحد بيعمل طريقه بنفسه انا ممكن انا ومان اعمل في نفس المجال ممكن انت من background مختلف وانا من background بس يدنين نحن اتنين شغالين نفس الشغل ونعمل نفسها الوظيفة وده انا مشوفوا كتير عن نفس المجال بس حتى بتاعت ان انت يبقى معك mentor او في البداية هتلاقيهم كلهم بيتفقوا مثلا انت انت عارف في الوقت برماركت اكس مثلا انت اشتغل في الويب تكونوا عن ايه اصلا الويب development محتاج مسلا تفهم PHP محتاج تفهم JavaScript تفهم الويب يشتغل ازاي تفهم ايه الويب هتاكس المعروف مثلا زي عن ايه انواع حاجات دي كلها ونحن كنا منتكلم انت قلت اللي انت مسلا اخترت ديشتال فورينسيك عشان تكمل فيها قلت اللي انت مش حاجة بالويب وانا عارف انه فيه برضو في اكتر من حاجة تانية طب من تلك اصلا اخترت بالذات الديشتال فورينسيك ومسلا من وجهة نظرك كسينير حاليا مكان زي من وجهة نظرك ايه المتطلبات ايه انتبه موجودة للشغل في السوق عموما اللي هو مسلا ان انا لو اعايز اشتغل ازاي بسلا مشبهات اسلام وبالديشتال فورينسيك انجينير ازاي اصلا اوصل للنقطة دي او ازاي اوصل للحتة دي بالنسبير هو اولا بس محتاجين احنا نفس نقطة دي احنا ما كمينا عن بعض او نقطة ان مجال السابسيكوريتي ومجال كبير بروت جدا لو احنا عطا نشرح التوبيكس والسابتراكس اللي فيه فاحنا ممكن يعني نعمل السشن محترمة تانية غسنا حقالي دمان عشر ساعات ومش نغطيهم كله اي بس ففي كذا هات راك تحت في مثلا في الريد تيمينج في الموبايل بين تستين الواء بين تستين النتركة التستين الOTA التستين الIoT التستين الBlockchain التستين التستين الCloud التستين الWireless التستين وليست الان ذا رسل الموضوع في حالة تبليو تيمين في عندها الثريت التاليجنز التجدف الانسلت الانترس والساكوريتي ام او سيستم ام ربريس انجنير وبردو ذا رسل تقول مع تبتشوف الاول الذي انت ما يحتاجه في المجاهل. في فيديو كنتان هو بشمالة سبحان من جميل. آآ جيمي عملنا قبل كده بنشرح فيه او جيمي شرح فيه وانا كنت بسواته في البرزنتيشن بضبط. آآ التراكس كلها وكل تراك بيتكلم في ايه بيعمل ايه. آآ الحمد لله يعني احنا بزلنا مجود كبير جدا في البرزنتيشن دي عشان نجاهزها. وجيمي قاعد يستجيلها في اربعة ايام. الفيديو سبعة سات ومص. بحق الله بيتشرح فيه كل تراك بيعمل ايه بزبط بريقرد سكيلز بتاعته. ده بيوفر لناس تعب كبير قوي انه بدلا ما يروح يدور على منتر هيبعرف مسلا المنتر وهو بيسأله ويسأله فيه. لو محتاجه بسال حد في الويب او في البرزنتيشن تستين عموان شان الكلام صح فهو عارف وهيتكلم معي عايف ايه بالزبط ومحتاج يبدأ علي. آآ حتى لو مش يبدأ به منتر هيبدأ مسلا مع نفسه ازاي. هو بيرسنه زي جانر البيدلين. طب يعني بص ما لك كلمة بلو تيم وريد تيم كتير في الفيديو فقط. وانا افطرد مثلا يعني ايه حد مش عارف الفرقة بين ايه بلو تيم و ايه ريدي تيم ده. بكل بساطة البلو تيم دول الناس بيبقوا مسؤولين او concern with system building. او ان انت تبني security system بتاعك. او انت defend against the attack. او تفهم الارتفاق الاتاك. الاتاك حصل ازاي و ايه الارتفاق يلطلات منه و ازاي ت detectو وت mitigate الاتاك نفسه. دول الناس هم مسؤولين ان هما يعملوا الاتاك اصلا. عشان يقدروا ي detectو الصغرات الموبايلة في السيستم. whether it's mobile application, network, web application. اي ان كان نوع السيستم يوجد في الانبارمينت عن دينا. بص حالين يعني فيه سؤال بيت راح نفسه بالنسبة لاي حد يعني. او بالنسبة الحد مسلا داخل التراك يعني انا مسلا لما جيت فش في الموبايل. كنت دايما بسأل هلا يبقى فيه مستقبل الموبايل ولا اكلام ده كله. فانيسأل دلوقتي بقى ال cyber security وال digital forensic عموما قدام. هل هتبقى عاملة ازاي? هل هتبقى ليست موجودة? يعني مسلا هناخد بالمن في الفترة اللي فاتت فيه كتير جدا جدا بكلمة لفكرة الايه هيستبدل الانسامبو الروبوت وفيه روبوت ممكن يعود يكاو دلوقتي ويشتغل في الناس اللي خايفة ايه. طب هل ده يبقى موجود قدام? طب انا فعلا هيبقى لي المكان مسلا في الشغل ده لو في ده انت اكمل فيه وبدأت اذكر من دلوقتي هل قدام هلقى حاجة زي كده. فعز ان اعرف يعني باختصار التراك رايح فين قدام. بحي بس بس سؤالة انت كنت سألته في الاول انا ما في حاج ان انا اجاوب عليه. لو انا اللي اخترت مجال digital forensics. انا اخترت المجال ده لان انا اللي اهيت نفسي فيه اكتر. بقيت فاهم الدنيا فيه قدر ان انا اكيب اب معه بزرعة. ومش محتاج موجود كبير. مش بقلل من المكان. باكس الممكن قوي ومحتاج مزاكرة كتير جدا. زي اذا ايه ما كنت سألته بسيكوريتي. ولكن الـ common ground بتاعته والـ rules بتاعته في الـ governance الـ governing rules بتاعته تخليك انت عرف تمشي فيه. هي سابطة. ودي ميزة من المعيزاته. او هي ميزة من المعيزات البلو تيمين دوكتر. مثلا الـ reverse. في نفس الموضوع شوائية. بلان سألنهاندنك برضو قريب من نفس الموضوع. بس المين سكوب. فحاجزة كده في الـ digital forensics. انه هو مش محتاج مجود كبير اوحش بتاعته فيه. فشكرنا ليتنا من نفسي. ليت نفسي في المجال ده. وقلتنا انا كامل فيه. حدث بقى ان المستقبل بتاعته الـ cyber security والـ digital forensics. فيه مضبط في المستقبل. والله ما لم تقوم بحربة عالمية. واتقع الـ internet كله عن الكوكب. فحنا هنفضل محتاجين الـ cyber security. وهنفضل محتاجين الـ digital forensics. ليه؟ لانه طول ما فيه attackers يبقى فيه investigators. مستحيل بكل الاحوال ان انا استبدل الـ human element. بروبوت او باي اي اي او ببط. لان procedures فيه techniques فيه حاجات بتظهر. فيه tools وفيه approaches بتبقى طلعها. human based. مهما حملنا لها الاساس مهما حطلنا لها criteria عشان الـ AI يمشي عليها. مش هيعرف انه يدكتها زي الـ human. هو ممكن يبقى عمل مساعدة. يساعدني مسلا ان انا ترياج الـ evidence. تحتاج معها بسرعة. اعمل مسلا correlation ما بين evidence والتاني. الكلام لكله. وممكن يساعدني فيه كده مغفرة له واتقام التهوي بعد ما نعمل الكلام لكله معني. والاول ان التولة دي تبقى دعم اه دعم انت فهمش الكلام ده بسهوله. بس مش هيقدر يريبليس ابدا الـ human element whether in red teaming او blue team. الكلام ده مش بس. انا ممكن 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 اصلا في واحد يهاك الروبوت ده في الاخر. يعني برضو صهلة وبسيطة ومش صعبة. ده عبسط حاجة جدا بالزبط. فصعب ان هما يريبليسوا الـ human element برو. المجال فين بقى في مصر? عشان اسوان اطاعك المجال في مصر. لا سريع. ايه اللي قويك اللي انا ادرام بي success story بسرعة جدا. الناس كتير اوو بيتركز على الـ web communication testing والbug bounty. ومش هنتكلم عن الـ dark side اللي موجود في الكميونيتي في التدين ان نستعمل automated tools كتير. يعني انا مش هاد خوش في الدينامة دي عشان الخانئات كتير اللي في موضونا. طيب انا مادش مشكلة في الخانئات بس يعني خليكم في احوالكم على نفسكم. بلاش نسرع موجود حد تدين. وبلاش نحن نستعمل او الـ security researchers. او cyber security professional. او باونتيا طيب للاسف الناس بتدور على الـ quick hit and run ومش بتدور على الـ main concept بتاع الـ cyber security. بمعنى انا عايز ان انا اكون ناجح ناو. اعايز اكون معروف واسمي مسمى واملتوكس واسمي موجود في holo fame ناو. مش كمان معشر دهيه لا ناو. طب انت اصلا اشتغلتش على نفسك بما فيه كفاية عشان تعمل حاجة كتا. لا. انا عايز ان انا اجيب 100$ من bounty مثلا انا صرفت فيها مجود. what other day. طب او ده مش صح. انت هتوصل عند limit ان انت خلاص بقيت limited by the tools you're using. فده مش approach سليمة خالص. انت كده بقيت script كده. احنا بينعيني من المشكلة دي فوق كده كمان ان احنا مركزين. او الناس كدير مركزة. فالحادة اللي فيها الفلوس بس. ده كده انت ما بتخلقش ماركت بتاع cyber security صح. انت بتخلق ماركت للbug bounty. سوى mobile application او. ماشي still احنا كلنا عايزين لفلوس. مش هنكر. بس بنافس اللوقت. انت بص ودهان. بص ان انت مجازل digital forensics انت ممكن تبقى freelance investigator من نفسك. لابستكلمك لو انت فيها عن skill كفاية. لابستكلمك عشان هي عايزك ان انت تيجي ت investigate for incident. same goes on for incident handling. same goes on for reverse engineering. same goes on في اي تركتيني. انت كنت skill كفاية فيه. هتلاقي حتى بالكلمك عشان عايزك انت بزيادة عشان the skills تلعنتك. ده مالاقبة بالbug bounty مالاقبة انت مالاقبة انت اه بيجيبه الفين مالاقبة انت مالاقبة انت نومبر وان على مثلا موقع زي hack the box او try hack me مالاقبة بكلام ده مالاقبة انت بازلت مجود واستثمرت وقتك في نفسك و جاء لك reward. جاءت لك بعد الثالث شهور بعد سانتين يتجي لك بس انت اتشغل على نفسك مجال 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 ما فيش حد يعمل فيه quick hit on run ما فيش حد يعمل فيه quick success story اللي حاجة باتنين يما هي اي حد سهل عمدها يما فيك. و الدول بحث منهم كتير بدون مهاجمة اي حد. بدون مهاجمة اي حد انا انا معديش موسكينا مع المشاكل والله يعني لو خناءات لسلتوا يلا بينا خناءات تمام؟ ولكن مكين ناس كتير اوجات. من ناس كتير بتاخد ده. انا خدت بالي من خلالات كتير او على السوشال ميدي الفترة دي في في التراك. خدت بالي من كده جدا. ده حيه معلأسف. ده حيه جدا. ودي حاجة تزعل. لأن احنا مركزين في حتة صغيرة جدا جدا. جدا. في الماركت وفي وفي المجال. معانا المجال اوصح مجال بكتير. يعني يعني الناس بتفكر بآ نارو سكوب قوي. وده مصيبة. ده مصيبة لان معناها ان ما فيش باتنين جنيه تفكير خالص. ومعناها ان احنا قدام لو قلنا يا جماعة مازين في في نيو ترند في سيبر سيكوريتي. الله اهلا ما يكون ايه. لا الشركات هتلاقيه. ولا الكميليتا هيكون عندور ريفرنس اللي يمشي عليك. طب ليه. ليه نعمل مثلا حاجة كده. ليه نمشي بالنارو سكوب ده والنارو ميند دي ده. يعني احنا لو وسهنا الدنيا شوية لنسان الليل الدنيا وسهى والموضوع ايزي. انت زي ما انت قلت وكل اللوات حالان لاما بيروح للشو. اعمل نفسي. اوزر نفسي. واعمل فيك سكسس ستوري. ايام ما خلاص بقى انا اللي هو حاول اجيب فلوس كده كده. اللي هو يعني هتلاقي حاجة من الاثنين. اما ده مش فاضي بيحاول اجيب فلوس. ايام واحد بقى بيعمل فلوس عشان يعرف يجيب برده فلوس. ما هي للأسف الدنيا ما دي هنبدأ قدين. يعني البيضة ولا الفرحة. احنا لازم حد يكسر المعقدة دي في النص كده. ويفوق من المتاهى اللي هو داخلك دي. ويحاول ان هو يقول لا يا جماعة انا عايز ممشي. واحد اتلاقي انا عايز اكون. سيبر سيبر سيكورتي انجنير. كويس. ومجال اكس. ومجال ايكس. ومجال الريفيرس انجنير. ما هيك اقول مالور انا لسوس يا ربنا. بس اوكي هيبدأ يشتغل نفسه في حتة زي دي. بمناسبة الكلام وان احنا كده كده نتكلم عن المشاكل. وان الناس اصلا عايز تعمل شوق رفاجاندا. وفلوس ومش فلوس. مش عارفين. كنتقفل السوشال ميديو الفترة. فرجعت في تحتها تاني. لقيت ان والله يا. لقيت ناس غريبة جدا. وحاجات غريبة جدا. لقيت واحد حرفين بيقول ايه. اللي هو ببرمجة تخلص في اربع خمس شهور. والحوار سهلة من الصعب. ومش عارفين. يعني اولا الكنسبت ان ببرمجة تخلص في وقت ده. ده مش هنتكلم فيه حاليا يعني. بس الفكر ان بعد كده الحوار كبر لدرجة ان واحد بيحلف. ان هو خلص في حوالي مش فاكر ما يقرب من شهرين. مش هنوص. وقم احترام الكامل طبعا. ومش قصد حاجة. بس منزل سكينشوت اني هو عمل تسك وجاله مبلغ بكين دولار. ومبسوط قوي بحاجة زي كده. زي ما تقول فكرة الفلوس الطغية حياليا على على دماغ اي حد. ان انا عملت تسك وجاله فيها فلوس. لا انا جامد هعمل شو بيهم. ونزلها في الكومنت ومبسوط. انا والله انا مردتش عليه. يعني انا اعملت الحوار تماما ومردتش. مش حاجة قدم هو علشان ان ايه يعني الحوار مش حكيت فكرة فلوس يعني. او في كل واحد عرض اصلا السلر اللي بياخده ايه. او الحاجة اللي بيخده على الطاز كده احنا كده مش هنخلص. دي دي دي. كلها بيقعد رد على التانية بفلوس. الحوار مش فكرة كده. فعلا يعني نيجي من نقطة اللي هو الموضوع ده. انت ايه رايك اصلا في الفكرة دي. ان حد يخش يقول انا اخلص التراك في فترة معينة. او خلص مذاكرة الموضوع ده. اصلاك من فكرة المذاكرة. يعني حتى بزي اقولك الحوار تطور لدرجة انها ايه. انا خلص التراك كله. اشاكب راكب كده اخده في شهرين. هنصف التراك وخلاص انا اريعي اشتغل. فانت ايه رايك اصلا في الموضوع ده او الكونس التراك. افنحت اين صدقت. والسكة دي يعني اما جي فيها الناس اسطر منك واتقل منك واقعوا. بصراحة يعني. بمنتهى صراحة كده. فكرة ان احد يقول ان انا خلص تراك اكس في وقت واي. فهي فكرة خطيئة تماما. انت ممكن تخلص البريركوزيتز. ممكن تخلص الفوندمانتلز. ممكن تخلص البيجينر لفل. وكعين يا ربي ان اعرفنا خلاص البيجينر لفل. انما لا يمكن. لا يمكن ان انت تخلص المجال كله. انت لو خلص تراك كله في شهرين او سنتين او ثلاثين او خمس سنين حتى. مدامني بعد كده. يعني. خلاص انت قفلت اللي هبقى معلم من بدري. ماذا بعد? لا بالضبط كان نفس وقت نظري. لو فيه وقت لسه يعني. ايو بقيت التنين. خلاص بقيت التنين يا ربي. ثم. ثم ايه. اه الموضوع عمش منطقي ابدا. والبيو كلا بيبتحك على نفسه. ولو حد بيبيع كورس او بيدي كورس بالمنزر دوي انه يفهم الشخص اللي قدام انه هو بعد ما يخلص الكورس سيبقادر انه يشتغل ويعمل في غل تنين. انت اقف على الموقت ويقادر فعلا انت تشتغل بعد ما تخلص الكورس. ده حقيقي. مش هنظلم الناس. ان فعلا في الناس بتيبزر مجود محترم. في الكورس بتاعتهم. ولكن انت لا يمكن ان انت تبقى تنين مائة في المائة. هو ايا كان الكورس اللي هيديه لك او ايا كان التمتيري اللي انت هتذكرها. فهي بالمعافية بتديك 40% من المطلوب اصلا. استيفي مبين بيبقى عليك وبعد ما تخلص استيفي ميلود. لو عرفت تتخلص من اصلا. بيبقى انت كده بس على البيجنر لفل. انت بتبدأ لفسها في الفرست ساب. لسوة ده بقى هنشوف انت نامي عليها اصلا. ايه بقى اللي انت هتمشي عليه بعد كده. ايه الابرويج ازا انت هتفكر فيها. ايه الادفانس لفل ازا انت هتخش فيها. فلا. خالص. التراك ما بيخدش ما يمكن ان يتحدث بوقت اكس. او بوقت واي. انت بقى تقول ان انا اذا بدأ مساء ان انا كنت خلصت البيجنر لفل او وصلت الانترميديد وده منطقي. ستعب انت قد تتكلم بشكل سليم وبتتكلم صح. وحيرف ان انت حتى معكش ultimate goal. بس حيرف ان انت عايز توصل الى حتى معينة. ده الكلام احنا ممكن نرد نتناقش فيه ونروح ونيجي فيه كتير. عدشان نعرف نوصل للبست approach في هكذا كده. انك انا محتوى رمسات وكلام منطقي. انما ان انا خمعة ستة شهور هبقى دينين. لا خلص. مستحيل. بالزبط عشان ايه برضو ما نطعمكش او في النوطة دي لاني برضو انا اوضعيك فيها كتير اول. جدا. فكرة فكرة الشغل الريموت انت شغل الريموت اصلا ولا? لا مشغل. طب ايه اصلا نظرك يعني يعني طب انت ايه نقول نظرك اصلا او انت يعني شيء اي شايف ايه مميزات وعيوب مسلا الشغل الريموت ولا? انا صراحة ما عنديش experience مع الريموت with business بس يعني هو التجربة تبقى لطيفة. هتحرك بانفارمينت مختلفة تماما عن الenvironmental هنا. فسعوب هذا الكلام ده في الdevelopment في الcyber security ايان كان الاثنين صيان في الحالة دي اكتر. ممكن يعني هتلاقي في flexibility اكتر بكتير ايه بمسلا عندك اجازات وبينافتس اعلى من هنا بشوية. في بعض الشركات بتقول ان انت ملم تشغل من البلد اكس فانا هديك مرتبك بال salary x اللي هو مثلا equivalent للمرتبات اللي هنا طبعا ويبقى عالة من هنا بمحبة حلوين اه وده بفرق محترم او ممكن شركتين يبدو لك انا فكسد اكس دولارز او يوروز او جي بي بي مثلا وطبعا الرقم ده بيضرب الرقم فلكية هنا لما يتحول للمصري سواء كده وكده اللي اتنين بيبقوا تقربة الوطفى جدا هيبقوا مفيدين انت متعرف تعمل نفسك كرير محترم منها وتبقى تقربها مش وحشة تبقى تقربة حلوة. انا مجربتوش. الشغل من البيته عموما ما مجربتوش لو حتى مع ايجي سيرت يعني انا معرفش اصلا انا اولا او مخلصت اصلا ايتي اي اي اشتغلت انفسك انجينير في وي داتا كنت اشغل بنتوشن تستر اولا وكنت معمل بنتوشن تستر اللي انا بكرهه فكان عندنا ايام بيبقى شغلين فيها من البيت وايام تانية شغلين فيها من الشركة. فوقت الشغل من البيت انا كنت مثلا معي لقطة بتاعي موايدة الشغل مردلة من ثمانية السبب مثلا الساعة اربعة. ساها بكل دوق انا بصحة باخد الشوارد حلوة بتاعي. افطر في انجينة الهوة الجميل بتاعي يمبي وقت اشتغل. لغاية مساعة اربعة. اربعة ودئة بروح للاب بتاعي. احطه في الشنطة. ولو تاني يوم رايح الشركة خلاص بي ان اروح الشركة دي جدا. ايش رايح الشركة فانا ما اكون قاعد في البيت برضو. نفس السنانية هي تعمل ايه هيتعمل ايه تاني من اولو جديد كلاكات تاني مرة وفيش مشكلة خلص. طب انت بالنسبة لك كان اي الافضل يعني انا بس اشتغل من البيت ولا انا ما اشتغل من الشركة. بتاعي ان انا اشتغل من الشركة احسن. نفس النظام بيمشي على فكرة في بارده بس احنا ما احنا ما نشي اللاب توبس با بس او بس انا بس استيل. انا بتاعي ايه انا نفسي بكون اكثر في الانظارة متلنا فيها. احكم مساة ان انا معيها التولز. الشخص اللي انا عايزي مساة بيبقى قدامي ازهل ان انا وصله. مش اسران هيكون انجيجج توب ميتنك بش هيكون مسلا غايب. مش هيكون مثلا عنده نتورك واحد شخص انا مش عارفة انه اوصله فيها شوية variables كتير ما لغيه اريد ان احنا اتنين في نفس الـ environment مع بعض في نفس المكان مع بعض فلو عايزه فانا هروح حرفيا ما بص يعني نقطة زي دي اصلا ما موجودة في اي مكان ان انا ببعندي مثلا نتسي سلاك مثلا وانا افترض سلاك ما اصدت شغالين بي فهكومينيكيت مع الشخص على السلاك واحنا كدك اللي عارفين ان الشير التايم ما بيننا مثلا بالساعة 8 لسا 5 فاعضرك ابعطه في اي وقت على السلاك ممكن ان انا في ميتين وانت مش عارف توصله وانت محتاجه دلوقتي تمام ممكن في الشركة انا في ميتين يقول ان انا مش عارف توصله انا مش بعد جزك قدم انا انا فهم انا فهم انا فهم انا ده option وده كان بيحصل فعلا بس شعب ايدي يعني personal point of view ممكن استنيات ولا انا محتاج انا بالنسبة لي مرتاح انا انا بشغال من البيت والمكان بتهاي موفر لي فيزيبالييتي الحاجة زي كده وانا انا بحتاجه بوصله وما وصلت الروس خلاص افتا يعني دايك اللي فان اصني الى رساها ومش نعيت لعالم فيه تاني يوم ممكن اكمل شغل فيه دي point of view محترمة جدا point of view انا مختلفة برضو يعني وجهة نظرات تانية مختلفة شباية بس في الاخر الاثنين بيتوجهوا نفس الاتجاه ان الشغل بيتعمل ازاي هو بيتعمل يعني ايها دي ما فيهش حاجة صحة وغلاص كل واحد منها مرتاح ازاي طب حاليا انا برضو يعني شفتي ناس في مجال السيبر سيكوريتي متوجهين اكتر اللي هما يبدأوا يفتحوا شركات سيكوريتي ليهم هو ابدأ مثلا my own business في حاجة زي كده مش في مجال السيبر سيكوريتي بس وعموم الناس بتحب تبدأ ايه تعمل مثلا اعمل application مثلا في mobile development هو ابدأ اطلع بstartup ال application ده وكده فانت بقى سؤال ليك هالي انت عايز تفتح شركتك اصبع انه لا كوي ان كان يعني يرضي بأي السبب مثلا يعني الاولي انا صعيبها انا صعيبها اعطي الان للمستقبل اولا زي ما قلتلك في الاول مجال بسبب سيكوريتي من المجالات اللي هي محتاجة وذكرها كدي جدا محتاجها مقود كبيرة اوي فعشان تفتح بشركة اولا خلينا نمشي على المين تريند اللي سيكوريتي اللي ما شاه فيه نحن نفتح سيكوريتي بروفايدن سيكوريتي سيريس بروفايدر اللي موجود في الماركت دلواتي انا محتاجة ان اكون فاهم ماناجيري السايد كويس على ادل المستوى ان انا هارف ازاي ماناجر نسيري المعقودة اختيان نسيري المعقودة معي في الشركة محتاجة ان انا بارتو فمشة الوقت اكون بيعي التكنيكال نولوج كويسة عشان اقدر ان اكون ماناجر محترم مجامع بين الجزء ما يبقى اشقاع بس ان انا مدير بمضي على وراء وسلام عليكم وباحضر تندرز وبس وفمشة الوقت ان انا ابدأ اداخل في جزء التكنيكال عشان اعرف اتناش ده لسه ودمه التطويل او عشان اعرف اجان ال experience المقضوب حق زي كده دي برد وجهة نظري شخصية تحتمل الصحة وتحتمل الخطأ نستنى ام اكتول ان انا ممكن اجان ال experience ديان ان set time عن طريق عشان انا اشتغلت في شركة x for period of time وشركة y for period of time وهكزة طبعا في الاخر بعد سبعة سنين خلاص اوكي تماما انا عندي experience كافية هبدأ ان انا اشتغل هبدأ ان انا اشتغل دي وجهة نظر اني برد ممكن استمشي بها ما اضمن هوش بس هي approach انا سيبقى للمستبل لان انا معرفش امتى هيكون عندي logic كافية دي بس وارنس ان انا احس ان انا الجاه يزامش في حاجة دي كده فليلا دايما في اول وديه حاصلت معنا شخصيان في اول سنة في كلية مثلا نيازة تقول لك problem solving المهمة وحل ما problems قشي على code forces او دلوقتي بقى فيه كمان hacker rank يعني اطبع ما اوقتي مكتش في hacker rank وهي دلوقتي ويبسايت كتير اصلا مختلفة موجودة برضو فانت من وجهة ناظرة هك هارف فعلا problem solving المهمة ولا لا problem solving المهمة to some extent بقدر اما انا مطلوبا انكم فهم algorithms وفهم ازاي code efficiently وان انا خليكم بتاعي يمشي على كل cases الموجودة ردما انا محتاج انا اصبع رفكت بcode كويس يعني مجالة service security محتاج ان انت تتبع فهم code بشكل كويس الحالات الاكستريم انه ان انت ممكن تستعمل فيها الالغورثم وتستعمل فيها الهاتف structure وان انت تتبع محتاج تكتب code بشكل competitive او بشكل efficient اللي يحتاج بproblem solving يتبع حالات advanced تحببتين اوهو ممكن تحتاج الـ skill seed دي و ديم ولكن مش تحتاجها في البداية هي من ساعتك انها عبارة عن جوية practice وpractice makes perfect حتى ان انت تتعرف اكتب code بشكل انظف و بشكل احسن كل ما قلت بكتب code احسن كل ما ده هي ساعتك مجال الـ security اكتر واكتر بس انما مش skill مطلوبة في البداية خالص نيجي لحاجة بقى يعني اللي احنا اصلا بدأنا يعني معرفيتنا الاولى بيها فايلة الـ CTFs فايلة المسابقات دي ايه وهل ممكن يلاقي فرص شغل من المسابقات الـ CTFs وطبعا كده كده نحتاج منك list اللي هو انا عارف دي في حاجة زي هكذا بوكس وفيه شوات حاجات زي كده وفيه طبعا بيكو وCTF دي من زمان اوى يعني في البي دي فعايزين بقى يعني ايه طبعا كده كده list انخده وبرده هطفها للناس في الـ description بتاع الفيديو عشان نعرف الناس الـ website ديت مثلاً هي دي ممكن تبدأتلعب عليها احجا زي كده ارا افايلة CTFs بالنسبة للناس وهل ممكن يلاقي فعلا منها opportunities للشغل ولا أولاً أنا أشتي مجروحة في الـ CTFs لأن أنا واحد من الـ CTF authors المسبقة من المسبقة بتعملها في مصر لـ Arab Security War Games الحمد للأولثر معهم لـ 2020-2020 بس أنا معهم في سنة دي برضو بس فيها حقيق الـ CTFs فيها مشكلة أنها عفوة تبقى target driven بالكذا للأسف الشديد ما لم تكن عاكس كده ما لم تكن هي بطريقة دي هي باقي sophisticated problem solving competition لا أكثر ولا أكثر أنا الـ Ben is ready وده للمفروض يعني الناس كتابة تفكر فيه أنا عايز أن أخلي حد لم يدخل الـ CTF يتعلم أنه أنا ما يديره مثلاً Real World Scenario يعرف يصار فيه زي صاحبها Web Negation Testing أو Reverse Engineering أو Digital Forensics أو أي category تاني موجود في الـ CTF أو Cryptography ها يمكن ما فيه categories كتير ده اللي يقول بألمين بتاعي أنا أعلمه تكنية جديدة أعلمه حاجة جديدة ممكن يستريد بيها في الـ Real World هل إحنا نعمل كده؟ لا للأسف الشديد مثلاً مجرد أنه عمل الـ CTF الـ Objective أنا عايز أعمل شوه برده وده مش صح إحنا برده بقينا لمدة الـ Scoop في أن إحنا مثلاً عندنا أربعة أو خمسة كاتيجوري زيما المعروفين ماشي بنالعب برهم عندنا مثلاً الـ Web عندنا الـ Network لو فيه مثلاً حاجة Attack and Defense أو حاجات مثلاً مثلاً حاجة باكس أو الكريبتوغرافي Digital Forensics Reverse Engineering ممكن حاجات بصوتي تقدمنا فيها Binary Exploitation وبس طيب مجال الـ IoT موجود سيكون بقى Blue أو Red عندنا مثلاً مجال زي Open Source Intelligence موجود عندنا مثلاً Threat Intelligence باكس نعمل منه CTFs وطيفة عندنا حاجاتين كتئة جداً ممكن نشتغل عليها ليه ما بنماشي كون ده كله والماركت المحتاج حاجات زي كده مش هنقول أن الماركت مفيهوش مثلاً باكس أو مفيهوش Need لحاجة زي كده وزيان الـ Scoping تاع الشغل تحت فمعنا ده بردو فإن ما كناش الـ CTF بشكل صريح بشكل فعلاً يتارجت الحاجات الموجودة في الواقع الحاجات اللي هتقدر تساعدنا قدام يبقى احنا بدعم الـ CTF في المقرد CTF يبقى احنا فانا بضايا وقتانا ودي معنا أحاول ألغيها يعني لما حاجة أنا بكتاب Challenge بحاول تارجت الـ ناس تعلم منه تكنيك إنما استعماله الـ CTF أنا بعتبرها مشروط هي بالـ Target Specific Case أوي مدي يعني دي من أشكلة أكبر في الـ CTF Structure ذات نفسها لي لأن ممكن أورجنائز CTF بتاعتي ك-Structurize بحسن نخلي جزء الـ Red Teaming بيقوم بكل الـ Operation Statue من Web Network ولو في Mobile يسمح كما أو IoT ببياريت ويحبزة ومعنا ناحية الثانية تيم الـ Blue سوف Digital Forensics أو Incident Response أو Reversed Nearing يميت وضد الناس دا هيبقى لجيس جدا دا هيبقى فعلا يأكس الـ Scope بشكل واضح وكتر للناس للأسف ماشية بالـ Static اللوائية أنها مال challenge وكتر وخلاص سلام عليكم على كتر الـ Target هنا Specific Case أوي ممكن أخلي حدي يخبط في فيلتر الله أعلم ما يشوفه أمتى في الواقع أو يخبط في Artifacts ممكن يشوفها أو ممكن ما يشوفهاش فهي دي حالة بشكل قوي فعلا برضو مش صح أنا مش بزاود بالعاكس CTF جميلة CTF بتعلم حاجات حلوة جدا لها مزايا كتير وأنا بحمي الناس دخلت في المجال عن طريق CTF أنا مش بنكر فضلها ومش بنكر المجودة بزولت فيها وبحترم أي حد يبزل مجود فيها فعلا بتعلم بس وزاوت هي مجرد مجرد بالفكرة أنا في حاجة هل ده حياليا على كل CTF يعني مثلا بقولك في حاجات برضو موجودة Online كتير وفي حاجات حياليا برضو أنا في حاجات Offline برضو بشوفها كتير زي ما انت قلت برضو Cyper اللي بتعمل اللي بتبقى موجودة ببقى في حاجات تانية برضو بدون برضو ذكرية أسماء هل برضو في Online CTF بنفس الكلام يعني مثلا في حاجات زي هكذا بوكس طريبا دي الحاجات اللي في كاله وفاكر ربيكو CTF معرفش أصلا في حاجات زيادة دلوقتي لا في كتير في كتير جدا عمار أنا أكيد أنا أكيد في كتير لا دوني دوني من المachines وممكن نوصل بها لأن نواجب حاجة في environment بغض النظر بغض النظر هي CTF هي بتفلكس المسل بتعات الbrain زي problem solving بزي الكودي فهي زي هي براكس أنت ممكن تتعلم في ريال سناري مثلا من حاجة زي حاجة بوكس حاجة مثلا زي بيكو CTF حاجة حاجة تري هكيمي سيبر Defenders بوتيم داخل حاجة بلوتيم بأدمو سناريو ويسا 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 داخل على الوفل لان ما شفتش مساوات كده بتعام الحالين هو لأسف ممكن مساويت تلاتة بدون زكرا وبدون دخول موضوات أكترياني الوار games بحاجة نحاول نعمل موضوات بإبقابل بحاجة دون برضو شايت خاص بالحاجات اللي هي بتاعة Binary Exploitation أو Embedded Systems زي Micro Corruption ممكن نبقى نبقى بحاجة في Description في الفيديو لنسك قد تعلم من موضوات طب السؤال بقلتي اللي بيت راح نفسه إزاي تخلي نفسك updated بكل حاجات بتحصل يعني مثلا كي حاجة تريد بتحصل وفي update بتحصل في رايك حاجة كان بس احنا نخلي حنا في Cyber Security إزاي قدر نخلي نفس updated بكل الحاجات اللي بتحصل في Cyber Security حاجة على أحنا يكلم عن two scopes أول scoops اللي هو generic أنه نكون up to date مع Cyber Security Trends و News اللي بتحصل المستوى العالم كل ده generic وده general scope في Special Scope Scope اللي بتاع Digital Forensics فالgeneral هل عندنا حاجة كتير ممكن نتككي بها زي مسلا Aware Magazine The Hacker News Pentest Mag ممكن طبعا البودكاست ممكن نشوف الناس على تويتر Service Security Professionals على تويتر طبعا Activity على تويتر عالي أقوي المسي Engaging هناك مشكلة سرعة جدا بتشير الأخبار بصرعة أقوي أكتر من Facebook هل عندنا Playback Computer واحد من الموقع الأخبار بتنزل فيها وطور بصرعة ده كده في General Scope Specific Scope تها Digital Forensics حقيقي يعني ما يفتش مثلا ممو حد بيقدم Digital Forensics بشكل كويس غير النسل على تويتر مش بقول إنه ما فيش مواقع في مواقع سي Forensics Focus E-Forensics DeFi Air To Science DeFi Air Training The Sands Internet Stormcast بسيطن أعطى كلامك يعني الناس اللي بتفرج ما تقلوش هتلاقي كل الكلام ده موجود في Description عشان بس نبقية عشان الكلام بيتقال وبالإنجليش فممكن إيه الناس تبقى بسقطها وتبقى علامة كل ده يبقى موجود يعني ليش علاقة التفرج موجود ناحية تانية أنا بحب أسمعها جدا بودكاست يعني بنسبالي بودكاست خمس دقيق بسمعها مثلا أو حتى نص وانا رايح للشغل بيوفر علي حاجة راوي ولا ما لسه كذا نيوز وكذا خبر وخش على كذا موقع في نئز اللي بتعمل بودكاست بمجمع كلام ده كله وكلام ده بقى تابديتي دايلي يعني مثلا بيقدموا فيديو يوميا عن الأجالة سيكوريتي وإيه أتاكس جديدة اللي حصلت ومين أتاك مين وإيه حصل بالزبط ودخلين في حجة المالور أنا رأسي شوية وربريس الانجنيري حويفر في كافية في المطوضة بالزيد أن الاسبيكر بتاع البودكاست الأكسن بتعته هافي حابتين فهديم مشكلة الوحيدة هيسمة يستحمل الأكسن في مسلاح حاجتين زي ITWorldCanada.com سياري سيكوريتي تدعي بودكاست بتاع بيبأ حاجة كتير ممكن يمش تكلم بواحد يتكلم بشكل محترم جدا بشكل محترم جدا ويشرف حاجات كويسة التكلب بالنسبة للبودكاست أنا نفسي ببراسة لعمل البودكاست الآن هو موكي أمريكان تقول طيب أنا كل يوم أخش على موقع وموقع وهذا شو فيه ويه البصتي جديدة ففي أبليكيشن فهو بيبقى 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 يعني هو مش بس للسابسيكورتي ولا أي حاجة فهو مفيد ليك مفيد لأي حد بيسمع طب هنختم بحب سؤال يعني هو سؤال غريب شوية حتى اتش اوار كده شايف نفسك بعد خمس سنين أوكي شايف نفسك بيك خمس سنين واحد من او واحد من المعروفين بدأت في شوية سايد بلانز تانية يعني الفضل اخليها للبرايبت للمجهول كده شوية ساود دم هالل عنها بإذن الله يعني بردو خاصة مجرد سايبر سيكوريتي يعني حتى الآن الخطتين بتو او احنا كده خلصنا النهارده طبعا بشكورك جدا جدا يعني انا اصلا مبسوط ان انا شفتك ملكت جدا بكده وطبعا كده كده بردو سأقول لكم لك كنت بتاع بشباند الاسلام في ديسكريبشن سأقول لكم لينك الان وفي سبب بتاعه كده كده كل اللينك اللي هالها هنبقوا بردو موجود ان شاء الله في ديسكريبشن حلقة النهارده حلقة النهارده كده خلصت يعني كنتمسوط جدا بالحلقة دي كنتمسوط جدا بشباند الاسلام خاصة ان هو كان زي ما قلت بالكده من الناس ده كنتمت عرفها على المستوى الشخصي فأتمنى تكون حلقة عجبتكم وكل عاد احنا حفظي لحلقة عجبتنا منساش نعمل لايك وسبسكرايب لليتشانل وستنوح حلقات الجاي لاني في حقات جدا خوية جدا جدا وستشوفوا برضو الحلقات اللي في عدد هتستفدوا منها ان شاء الله شكرا للمشباند الاسلام وشوفكم ان شاء الله في التوك الجاي مع السلام